من جانبه أشهد وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين خلال مباحثات أجرها أمس في واشنطن كما ذكرنا مع نظيره المغربي ناصر بوريطا أشهد بالشراكة طويلة الأمد والتاريخية والمتينة بين الولايات المتحدة والمغرب مبرزا أن المملكة تعد قوة مهمة من أجل الاستقرار والسلام والتقدم والاعتدال كما نوها بلينكين أيضا بريادة المغرب في مجال إرساء السلام والاستقرار القليميين من خلال سئناف العلاقات مع إسرائيل وكذلك فيما يتعلق بقضايا التغيرات المناخية والطاقات المتجددة مبرزا أيضا التعاون الثنائي الوثيقة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ولد حديثه عن التعاون العسكري بين البلدين تطرق المسؤول الأمريكي إلى تنظيم المغرب قريبا للتمرين العسكري المشترك منورات الأسد الأفريقي